في 19 مايو 2015 كنا على موعد مع أصدار لعبة The Witcher 3 اللعبة اللي كنت متوقع إنها راح تكون أسطورية لكني أبداً ما كنت متوقع إنها راح تصير أفضل لعبة لعبتها بحياتي من أكتر ما يميز Witcher 3 وهي من أكتر الأشياء اللي قدرت تتقنها هي إنها تخليك تعيش في عالمها وتحس إنك جزء من هذا العالم وتهتم لأمر الشخصيات وتشوف تطوراتهم وتفاعلهم معك فهاي اللعبة هي اللعبة الوحيدة اللي لعبتها بحياتي وما مليت بأي لحظة فيها لأنني عايش اللحظة وعايش مع الشخصيات في داخل العالم فلما كنت أمسك الإيد وأبدأ ألعب ما كنت داخل عم بلعب لعبي بل انتقل إلى عالم آخر وهو عالم The Witcher وهذا السبب اللي خلى ما يجيني إحساس إنه يا الله لسه عندي كل هذا لحتى خلص اللعبة بل العكس تماما بعد ما خلصت اللعبة وقضيت فيها أكتر من خمسين ساعة فقط بالقصة ازعلت إنه خلص الشخصيات راحوا ومعد يقدر شوفهم مرة تاني وكأنهم كانوا جزء من عائلتي أو إني عايش معهم بنفس العالم وليس فقط شخصيات خيالية داخل لعبة فيديو والعالم الحيوي يعتبر من أهم عناصر ألعاب العالم المفتوح وهون نحن مو بس عنا عالم حيوي بل عنا أجناس ومعتقدات وأشكال وألوان من البشر تدخل على منطقة لأول مرة بتلاقي مختلف الأشكال ناس بيكرهوك وأول ما بيشوفوا جيرالت بيبزقوا بالأرض دلالة على عدم الاحترام لأنه بيعتقد إنه الويتشر سيئين أو أشرار أو إنه عنده معتقد إنه نحن ما لازم نحترم أي ويتشر بالعالم حتى لو هو ما بيعرف ليش بنفس هاي المنطقة راح تلاقي أشخاص آخرين بيحبوا الويتشر وبيحبوا جيرالت ولمه بيشوفوه بيحيوه وبيحترموه وبرضه اللعبة نجحت بإنه تخليك تشوف تحولات الناس فعلى تقدمك بالقصة وإنهائك لمهام كتير وعمل الخير اللي بتعمله راح تبلش تشوف تحولات الناس هاي فاللي كان يبزق عليك ببداية اللعبة راح تلاحظ إنه صار يحترمك وحتى لو كان مغصوب على الشيء هذا بنهايات اللعبة هالشيء هذا راح يعطي إحساس اللاعب إنه هو فعلا عم يلعب شغلي حقيقي وإنه هو مو بس عم يلعب لعبي ذكاء إصطناعي وبتعطيك إحساس إنك عملت شيء جدا قيم لدرجة إنه هذا اللي كان يبزق على الأرض لما يشوفك صار الآن يحترمك برضو من أهم أشياء العالم المفتوح هي التفاصيل ولو حكينا عن التفاصيل باللعب هاي وعطيناها حقه فبالراحة لازم لنا فيديو مدته نص ساعة ويمكن حتى ما نقدر نعطيه حقه لأنه بالوقت اللي ألعاب الفيديو بتتخذ العالم المفتوح كوسيلة لتقضية وقت أكتر أو بتستعمل العالم المفتوح حتى تنوع بأساليب اللعب أو بتستعمله حتى تعطيك سبب إنك تدفع 60 دولار أو بتستعمله حتى تخليك تقطع مشاوير طويلة بس تتنقل بين المراحل وتشوف الجرافيكس الرهيب أو أيا كان السبب فنحن دائما متعودين على إنه استخدام العالم المفتوح بالألعاب دائما بيكون مليء بالسلبيات اللي عم تخدم إيجابية وحدة وهاي من أكبر مشاكل ألعاب العالم المفتوح وهون بتجينا The Witcher 3 سيدة ألعاب العالم المفتوح لحتى تعطيك عالم ما كانت اللعبة رح تمشي إلا فيه عمق العالم وكترة المحتوى اللي يقابلها اهتمام بأدق التفاصيل كان من أكتر ما أبهرني في The Witcher 3 من أول ما بلشت أتعمق في عالمها فمستحيل تحس نفسك ماشي بمكان فارغ أو مكان مكرر ماشي فيه من قبل أو فقط وسيلة حتى تتنقل بين المراحل بل دائما راح تلاقي أشياء موجودة بالعالم هون وهون وتتفاعل معه وكأنك أنت فعلا في عالم حقيقي هذا غير المناظر المبهرة والتفاصيل الرائعة اللي خلتني أتساءل أنه معقول أنه حتى المكان السخيف هذا اهتموا بتفاصيله الحوارات اللي كتير ناس ما حبوها بالبداية لأنها كانت فعلا طويلة كتير لكنها هي دائما كانت العنصر القوي باللعبها ودائما ما تميل من الحوارات شو ما كان الحوار تحسه حلو ودائما الحوارات مع الشخصيات قوية يا رجل حتى استماعك للحوارات الجانبية الناس اللي موجودين بالشارع بتحسه حوارات حلوة أحسن من حوارات أساسية بألعاب أخرى لأنه باللعبهاي اهتمامهم بعنصر الشخصيات وتطوراتها القصة والحوارات تبعها بالإضافة إلى الحبك اللي صارت أو الأسلوب اللي وصلنا له إلى نهاية القصة كان من أرواع ما رأيت في رواية القصص في عالم الألعاب بالإضافة إلى أنه اللعبة نجحت ببراعة بعنصر الإثارة فصدقوني لما بقولكن أني لحد الآن ما بنسى اللحظة اللي وصلت فيها لجزيرة سكلغا المشوار اللي كان بالقارب ولما وصلت على المنطقة اللي أجواء هيك باردي وتلجيي واستكشفت العالم تبعه لأنه كان شي جديد عم يحمسوني أني روح عليه من طول اللعبة فلما روحت كنت متوتر ومترقب والعرق هيك عم ينزل مني وعيوني متفنجرة ومتحمس بشكل كبير ويقابل كل هالشي هذا الساوند تراك اللي لازال عالق بذهني إلى اللحظة ها دخولي على سكلغا والأسلوب أو المرحلة هيديك بشكل كامل لحالة هي كفيلة بإنها تخليني أعتبر هاللعبة أسطوري أو مثلاً معركة كير مورهن اللي بعتبره أعظم معركة بتاريخ الألعاب مستحيل تسدقوا يا جماعة قديش كنت خايف على الشخصيات وما بدي أتوقع أساساً شو ممكن يصير لدرجة أنه يا رجل بطني صار يوجعني بتجهيزات المعركة بالإضافة إلى الحوارات والنظرات اللي بين الشخصيات كانت تحسسني باليعني ما بعرف شون حس أنه أنا ما بدي أخسر ولا شخصية من الشخصيات هاي تجهيز لهديك المعركة كان ولا تجهيز لاختبار نهائي يا رجل أما عاد المعركة هديك إذا حكينا عنها فهي تجلت فيها عظمة The Witcher 3 لأنه كل اللي حكيت لك يا هذا قبل شوي الأشياء والمزايا والتفاصيل والأمور كلها كلها كانت موجودة في هاي المرحلة سواء من ناحية القصة والعواطف والمشاعر اللي كانت موجودة هنيك أو الجيم بلاي وقوة القتالات اللي موجودة بهديك المرحلة والتنوع اللي كان موجود فيها أو حتى أرض المعركة وإحساس المعركة أنك أنت فعلياً ويتشر قاعد عم يخوض معركة حقيقية ما في لعبة بالعالم قدرت تترك بذاكرته نفس اللي تركته The Witcher 3 من روعة عالمها أو من قوة حواراتها أو من إبداع كتابة وتمثيل شخصياتها وأنا لسه ما حكيت لكم عن قوة الجيم بلاي فبعد بداية صعبة وبطيئة جداً رح يبدأ الجيم بلاي يتحسن معك شوي شوي ويتحول من مجرد جيم بلاي عادة إلى جيم بلاي تاريخي تنوع أساليب القتال كان أبرز شيء لفت نظري خصوصاً مع استخدام قدرات الوتشر مع تنوع الأعداء وصعوباتهم اللي كان يخلى القتالات أمتع وأمتع أو اللعب بشخصية سيري وأسلوبها السريع اللي خلاني انتظر مراحلها على أحر من جمر أو استخدام الحواس اللي كان مبهر أيضاً وما بنسى إحساس الكونن اللي كان يجيني أثناء البحث عن شخص أو شيء معين صراحة لو بعمل لك فيديو عن الأشياء اللي ما رح إنساها هون فممكن يطلع عنا أكتر من عشر أشياء هاي هيك بتفكير سريع كما وإذا ما لك مصدق إنه ويتشر ثري أسطورية فخليني أعطيك شغلي تقنعك بأسطوريته روتش روتش يا حبيب الحصان العبقرة أحد أفضل الأحصني الموجودة في تاريخ ألعاب الفيديو أو مثلاً ذو ويتشر ثري هي أول لعبة بالعالم فيها لعبتين نعم ذو ويتشر ثري فيها لعبتين واللعبة الثانية هي القوينت اللي بتبدأ معك كلعبة جانبية أو ميني جيم بتحس هيك شغلي سخيفي قبل ما تكتشف إنها أعمق وأكبر بكتير مما تصورت شايفين قوة التفاصيل باللعبة هاي واهتمامهم بكل صغيري وكبيري شلون؟ هذا السبب اللي خلاني أقولك إنه ذو ويتشر ثري لعبة عظيمة باهتمامها بالتفاصيل صراحة يا ريتي تعلموا مطورين الألعاب من ذو ويتشر ثري وكيف إنها قدرت تعمل شيء يعلق بذهن اللاعبين لفترة طويلة وأنا متأكد إنه مستحيل نشوف لعبة بنفس قيمة وقوة ذو ويتشر ثري حتى ولو كانت من نفس الأستوديو بس على الأقل ممكن نشوف شيء يقتبس منا وينجح فيه اللعبة من لما نزلت بال2015 حصلت على أكتر من 800 جائزة كتير مواقع ونقاط صنفوها كأحد أفضل الألعاب في التاريخ بل بعضهم وصفها بالأفضل ومحدثكم واحد منهم عشت معها مغامرة عظيمة لم ولن تتكرر هاي اللعبة الوحيدة اللي بوجهة نظري بتستحق أكتر من 60 دولار وتخيلوا إنه لما سألوا منتج اللعبة عن الناس اللي بيلعبوه مكركي وما بيشتروه شو قال؟ تخيلوا قال إنه نحنا رح نسامح أي شخص بيلعبه مكركي وما حطينا باللعبة نظام حماية ملكراك لأنه نحنا بنقدر إنه مو كل الناس حالتها المادية بتسمح لشراء الألعاب يووووه يا رجل حتى لو كنت بده إلعبا مكركي راح روح اشترية بعد ما سمعت الكلام هادا وفي أمور كتير يا جماعة بتخلى لعبة ذا ويتشر ثري أسطورية بس بصراحة من كتر ما هي أسطورية نسيت أنا أصلا قيمة بتنزل وكنت مجهزلة على أساس فيديو أعمله احتفالية ومدرشوه اللي هو هذا الفيديو بس بعدين اكتشفت أني أنا متأخر بالوقت فقررت أني أعمل شغلي بدل ما أقعد ساعات وأيام عم بكتب وركز بكلام هيكي قلت ليش ما أعمل شغلي خفيفي أحكي لكم عن أبرز الأشياء اللي حبيتها بذا ويتشر وهي طبعا مو كل شيء أنا بعرف أني ما غطيت أشياء كتير نعم أشياء أغلط فيها أو في بعض الشغلات نسيت إحكي عنها بس يا جماعة ترى أنا صلت ثلاثة سنين ما لعبت اللعبة والكلام اللي سمعتوه هذا كله طالع من شخص آخر مرة شغلت اللعبة كانت تقريبا مع نهاية إضافة Blood & Wine تخيل معي وبعتقد إنه هاي ميزة إضافية باللعبة صح؟ إنه تخليك عم تتذكر كل هالشغلات هاي حتى وإنتي صلك ثلاثة سنين ما لك لعبانة ولا لك شايف أي شي عنها أي عظم يا جماعة بـ The Witcher 3 أربع سنوات على The Witcher سبحان الله عدت بسرعة كبيرة وأنا مانا متخيل أنه اللعبة فعلا صار لأربع سنوات بتمنى كون هذا الفيديو عجبكم ما حبيت طول كتير بالفيديو هذا من ناحية المعلومات والأشياء اللي بدأ أحكيها لأنه غالبا كل اللي بدأ أحكيه هو نحكى already والناس يعني بيعرفوه فما حبيت تكرر الكلام اللي بينحكى كتير قلت خلينا أعطيكم شغلي سريع وخفيفي عن ليش أنا حبيت The Witcher أو شو الشي اللي خلاني إعشاءه بشكل كبير بتمنى تشاركوا الفيديو هذا مع أصدقائكم المهتمين بلعب The Witcher 3 أو الناس اللي ما لعبوه ممكن تحمسهم إنهم يلعبوه ممكن إذا عجبكم هذا الفيديو فينكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكم الإشعارات أول بأول يعطيكم ألف عافية المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم